مناسبة عيد الأطحى المباراة كل سنة تعرف ارتفاع مهم في تنقلات المواطنين بين المدن وإقبال مكتف استثنائي على مختلف وسائل النقل الجامعي وخاصة النقل طرقي في هذا المجال تتعمل الوزارة في إطار مقربة استباقية بشتوفر وسائل النقل إضافية لتلبية هذه الحاجات الاستثنائية وبهدف ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين تتم إخضاع الحافلات التي تترخص لها بهدف تقوية العرض إلى مراقبة الحلال الميكانيكا من طرف المصالح المختصة وموازلة مع ذلك تتم تعزيز وتشديد عملية المراقبة على حافلة النقل العمومي المسافرين ما بين المدن من طرف جميع أجهزة المعنية على طول الشبكة الطرقية ومن أجل معالجة طلبات الرحالة استثنائية خلال أعياد المواسم وضعات الوزارة مسترامة مبسطة لكي ننحوها هذا الرخص والإشارة فقد بلغ عدد الرخص استثنائية المنوحة خلال عيد الفتر المنصاري محاولي 1400 رحلة مقابل 900 قريباً لكي ننحوها بنصف المناسبة في سنة 23 أي بزيادة تفوق 50% ما بخصوص إجراءات المتخذة باش نتفاديوا المشاكل للتفع الأسعار لابد من الإشارة إلى أن متوسط الأتمين المتداولة خلال العيد ما تتعدش الثمن الأقصى المحدد بالقرار الوزاري اللي تيرجع إلى سنة 1996 ومن أجل تصدي التجاوزات استثنائية المتعلقة بعدم احترام الأسعار تيتم تعزيز عملية مراقبة الأسعار تحت إشراف السلطات المحلية باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس